النهاردة قناة النهار حصلت على حكم مهم جداً على الكابتن رضا عبدالعال حصلت شبكة قنوات النهار على حكم تعويض ضد الكابتن رضا عبدالعال المحلل الرياضي قيمته مليون ونصف المليون جنيه و250 ألف جنيه كمصاريف تقاضي وذلك نظراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة والتي تعقدت مع المحلل الرياضي رضا عبدالعال للزور على شاشتها ولكن ترك المكان وانضم لأحد البرامج الرياضية الأخرى دون إختار وموفقة القناة وحملت القضية رقم 14-1 لسنة 2020 وقالت أوراق القضية أن القناة تهمت رضا محمد عبدالعال سلطان وشهرته رضا عبدالعال بالتسبب معزرة في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقداً للمحكمة أنوانه عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي ومحرر بتاريخ 18 يناير 2020 وذلك بصفة عصرية ومنع من الظهور في أي قناة أخرى وشرحت أوراق القضية أن رضا عتزر لهيئة المحكمة عن الحضور في إبريل الماضي لقيامه بإجراء عملية جراحية وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعفيه وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضاً قدره 10 ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه وكذلك دفع 250 ألف جنيه كأتعاب قضائية وقالت القناة سوف تستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض والذي يعد جزءاً قليلاً مقارثاً بالأضرار التي لاحقت بها يبا كده القضية لما بين رضا عبد العال وما بين النهار كسبتها قناة النهار واخسرها رضا عبد العال ترجمة نانسي قنقر